اهلا بكم. والنهاردة هنتكلم عن الكام وبفهومي الكام او الكوانتم وبعد كده نتكلم عن عدد الكام ونشوف عدد الكام الاربعة الاول من نتكلم عنها هو العالم الكبير نيلز بور من خلال النموذج الزري المعروف والحنا درسناها في المرة السابقة. طبعا كامل الطاقة هو كمية الطاقة اللازمة لنقل الالكترون من مستوى الطاقة اقل في الطاقة الى مستوى طاقة اعلى. تمام? الالكترون اثناء انطلاقه من مستوى اقل طاقة الاعلى بيكتسك طاقة. هذه الطاقة بيفقدها عند ايه? عند هبطه للمستوى الادنى مرة اخرى ويفقدتها هذه الطاقة في سورة اشعاع ضوئي. الكمة او كمية محددة من الطاقة لا تتجزأ ولا تتضاعف. كم الطاقة اللازم لانتقال الالكترون من مستوى كي الى ال يختلف عن كم الطاقة اللازم لانتقال الالكترون من ال 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 او مثلا من ام ال ال ان وهكذا. ولكن لا يتجزأ الكم ولا تضاعف. طبعا عدد الكم عندنا اربع اعداد. نبدأ بعدد الكم الرئيسي. اللي احنا بنرمز لبرامز ا ا ا ا ده بيحدد المستوى الطاقة الاساسية. بحيس ان المستوى الاول ان بيساوي واحد. اللي بيساوي اتنين. ان بيساوي تلاتة في المستوى الثالث. ان بيساوي اربعة وهكذا. يعني بياخد ارقام صحيحة من واحد الى ملا نهاية. بواسطة عدد الكم الرئيسي. ممكن اقدر احصل على اقصى عدد من الالكترون. الالكترونات. اتشبع عمام مستوى الطاقة من القاعدة تقول ان تربيع. تقول تربيع بتحدد لي اقصى عدد من الالكترونات. ثم وان تربيع بتحدد لي عدد الاربيتالات. عدد الكم السنوي ال. اه يحدد عدد تحت مستوى الطاقة او مستوى الفرعية. ياخذ القيم اس و بي و دي و اف. ياخذ الرموز اس و بي و دي اف. بياخذ القيم زيرو واحد اتنين تلاتة. اه حسب طبعا المستوى الفرعي. طبعا بنديله باختصار او بصورة عامة. اه زيرو اه ال ان مينس واحد. بحيث ان اه زيرو طبعا ايه اقل من ال. و ال اقل لو يساوي ان مينس واحد. اه عدد الكم اه السنوي اه مفروض اه بيحدد المستوى الفرعية. اه بيالي الكلام ده طبعا عدد الكم المغناطيسي ام ايل. و ام ايل مفروض ايه بيحدد اه اتجاهات والاشكال الفراغية لمستوى الطاقة تحت الفرعية اللي هي الاوربيتالات. بيحدد لي شكل الاوربيتال. وبيحدد لي اه 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 التجاه الفراغي في الفراغ. اه وطبعا اه هتلاحز ان اه المقرر عليك اه الشكل الفراغي للاربيتال اس والشكل الفراغي للاربيتال بي. عدد الكمل المغناطيسي. قيمه اه مينس ايل اقل من ام اه اقل من اه بلاس ال. اه وطبعا ده ممكن هنقرولك في ايه بعض المسائل والامثلة اللي هنشوفها في الاخر. اه اهم حاجة ان هو بس بيحدد للمستوات اه اه تحت الفرعية. اه وبيحدد الشكل الفراغي ليها والمطلوب منك طبعا ايه اه الشكل الفراغي للمستوى تحت الفرعي اس اللي هو قروي الشكل المتماثل. اه وبي اللي هو طبعا ايه بيشبه كمسرتين متقابلتين من جهة الرأس. اه عندي بي اكس بي واي بيزد حسب اه الابعاد التالاتة طبعا لان طبعا الزرزة ما انت عارف اه جسم ثلاثي الابعاد. اه طبعا الجدول اللي قدامك واضح بيوضح لك ايه قيم اه عدد الكام المغناطيسي للمستوات ك ول وام وان. اللي اربع مستوات الاولى اللي انا اه بطبع عليهم الكلام ده. اه وطبعا انت عارف اه النسبة برضو بخصوص القاعدة تقول ان تربيع لا تنطبق على المستوات الاعلى من المستوى الرابع ان لانه لو زاد عدد الالكترونات في اي مستوى للطاقة عن اتنين وتلاتين الكترون تصبح الزر غير مستقر او مشاعع يعني. عشان كده طبعا ايه? اه بطبق هذه القاعدة على المستويات اه كي ال ام من واحد الاربع. طيب اه طبعا اه بنوديك بعض الامثلة برضو ازاي اه تحسب عدد الكم المغناطيسي اه للمدار ال المدار ام مدار ان. اه طبعا اه كي بيحتوى على اه مدار فرعي واحد عدد الكم اللي هو ان بيساوي واحد عدد الكم السنوه هيبقى زيرو. اه الاربتال اس عدد الكم المغناطيسي اه هيبقى هنا ايه زيرو. بالنسبة ال ال بتلاقي ايه بياخذ القيم اه من سلب واحد وصفر الى موجب واحد. طبعا انا بتكلم من اليسار لليمين. اه لان طبعا بيحتوى على اه مستويين فرعيين. وهكزا اه المهم ان انت عندك طبعا ايه اه المستويات الفرعية اس وبي ودي واف اس اربيتال واحد اه بي تلاتة اربيتال اه دي خمسة اربيتال واف اه سبعة اربيتال. يعني عدد فردية. تمام? اه عدد الكم المغزالي طبعا العدد رقم اربعة طبعا ده في عدد الكم. مفروض بيوصف لحركة الالكترون حول محوره او حول نفسه. وبياخذ كنتين. اه موجب نص او سلب نص. ليه? في حالة الازدواج اه ازا حدث ازدواج داخل اربيتال فان احد الالكترونات يدور اه مع عقرب الساعة والاخر يدور عكس عقرب الساعة. لتقليل قوة التنفر بينهما لاقصى درجة. لان طبعا الالكترون بيعمل شحنة سالبة. وطبعا لو فيه الالكترونين داخل الاربيتال هتصبح لهم تنافر شديد. فعشان كده كل واحد فيهم بيدور في اتجاه مخلف للاخر. فانا عشان فانا عندي ايه? اه عدد الكم المغزالي ام اس بياخذ قيمة موجب نص لو كان معقرب الساعة او سالب نص لو كان عكس عقرب الساعة. يعني هم قمتون دول سبتين ما بيتغيروش بالنسبة ليه عدد الكم المغزالي. اه طبعا فيه طلب بابا متخيل ان ايه? اه وجود الالكترونين اه بيمنع خالص او بيمحي اه قوة الطنفل. لا هو بس ايه? بيحدث ايه انخفض لها الاقصى درجة. حتى يستطيع الالكترونين ان يعيش مع بعض داخل هذا الايه? هذا الاربيتال. تمام? اه لان طبعا زي ما انت عارف الالكترون كابوسين مادة متحرك بينشأ ليه اثناء دورانه مجال مغناطيسي. فمفروض ان هم ايه? اه كل الالكترون بيلفي في اتجاه بيبقى ليه مجال مغناطيسي معاكس الالكتروني الاخر. اه فيقلل على لاقصى درجة كوى التنفر بين هذين الالكترونين. اه طبعا يعني ايه? اه اكيد فيه تفسير طبعا اه وكلام كتير عن عدد الكام اكتر من كده. ولكن احنا طبعا بنتكلم في نطاق الجزء بتاعنا في المنهج او المطلوب منك. فانت آآ ياريت تذكرهم كويس وتشوف الفيديو للنهاية. آآ والفترة اللي جاية هنحاول بقى ايه? نتكلم على التوزيع الالكتروني وقواعد توزيع الالكترونيات في مستوى الطاقة. آآ حسب مبدأ الاستباعد لبولي. وحسب مبدأ بينات صعودي. وحسب قاعدة هند. وطبعا اهم حاجة اهم جزء في الباب الاول بالنسبة للطاقة التانية سنة هو ان احنا نعرفك آآ طريق التوزيع الالكتروني عن طريق المستوىات الفرعية. مطمئنة تكونوا استفدتوا آآ وتابعوني وآآ في اسفل الفيديو هنسيب لكم اختبار تجريبي. شكرا والسلام عليكم ورحمة وبركاته. سيد عشر في الهادي كبير معلمين الكيميا بالكارة الجديدة. شكرا.